ازايكو يا جماعة واهلا بيكو في فيديو جديد اغلبنا ان ما كانش كلنا عندنا روترات قديمة في البيت سواء بقى روتر انت باخده من شركة وحاولت شركة تانية فترة كان او جبت روتر جديد بيدعم تقنيات احدث في ركنت القديم او حتى اشتريته مستعمل في روترات مستعملة دلوقتي سعرها بيبدأ من 100 جنيه فليه بقى ما نستغلش روترات القديمة ديتة ان احنا نقوي بها اشارة الواي فواي عشان الانترنت يبقى اسرع في الاماكن اللي بايد عن الراوتر فعلشان كده بقى جات فكرة فيديو النهاردة والنهاردة مشتغلقة بقى اشرح لك كل روتر تعمل ايه في اعداداته علشان يقوم بالوظيفة دي كده مش هنخلص لان موديلات الراوترات لها حصرة لها انا هشرح لك الفكرة في ايه وديك مثال على كام روتر مشهورين وانت من نفسك هتعرف تطبق الكلام ده على الراوتر بتاعك ايا كان نوع ومش بس كده انا كمان هقولك فاخر الفيديو الافضل انت استخدم روتر قديم في تقوية الواي فاي ولا ان انت تجيب رينج اكستندر او الجهاز اللي هو اصلا مسؤول عن تقوية الواي فاي فبالتاكيد طبعا يا عزيزي المشاهد قبل ما نبدأ علشان ده فيديو مهم جدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك تنسي تشترك في القناة لو انت مش مشترك علشان يوصلك كل جديد في البداية كده عايز اعرفك امتح تبقى محتاج ان انت تقوية شبكة الواي فاي عندك باستخدام الراوتر القديم بتاعك او اي روتر قديم ممكن تشتريه مستعمل وامتح تبقى مش محتاج روتر قديم اصلا والراوتر الاساسي بتاعك يقدر يكون بالوظيفة ده بس انت بتستخدمه غلق بص عزيزي المشاهده بكل اختصار بكل بساطة لو انت الراوتر عندك مش حطه في نص البيت بالزبط فانت كده عندك مشكلة فانت لو حطت الراوتر في نص الشقة والشقة عندك من 120-150 متر فانا اضمن لك ان الواي فاي هيكون مغطي الشقة كلها بشكل كويس اي ان كان نوع الراوتر بتاعك بس ده طبعا على تردد 2.4 جيجي هرتز انما تردد 5 جيجي هرتز هو اخره المكان اللي هو فيه والقوضة اللي جنبه يبقى فيه بينهم حيطة واحدة بس انت بقى عملت النتيجة ديت او جربت الراوتر في نص البيت بس البيت عندك كبير الراوتر مش مغطي كل نقطة في البيت ففي الحلقة دي بقى لأ انت كده محتاج مقوي للواي فاي وعلشان كده بقى جات فكرة ان احنا نستخدم الراوتر القديم علشان نوفر تكلفة ومن اشتريه رينج اكستندر ولا نشتريه اكسس بوينت طب ايه اللي احنا بالزبط هنستخدمه من الراوتر القديم بتاعنا؟ الراوتر القديم او الراوتر المستعمل اللي انت هتجيبه انت مش محتاج منه مواصفات عالية ويبقى راوتر فيديو اسقل ويبقى راوتر مش عارف سوبر فيكتورينج وكلام ده خالص انت كل اللي محتاجه من الراوتر الواي فاي بتاع بس احنا مش نستخدم المودن بتاعه او الجزء اللي بنراكب فيه سلك التلفون الارضي اصلا سلك التلفون الارضي هيفضل راكب في الراوتر الاسيو تاعك و الراوتر الاسيو تاعك حرفيا مش هتعمر علي اي اعدادات ولا هتعمل في اي حاجة كدر خطوات Fifth noite بتعمل فالراوتر التاني اللي انت بقى هتستخدمه كمقوي للواي فاي فأي راوتر قديم هينفع وهيشغالك كويس وبكفاءة وهيغطي لك جزء كبير من البيت لو انت عندك بيت كبير كمان عشان فيه ناس بتسألني طب انا ما عنديش بوكس تليفون عرضي اجيب بخط فوق للشقة اللي فوق الاخوية فعايز يشتغل على الواي فاي بتاعي بس انا بشتغل عليه من الشقة اللي فوق او من الشقة اللي تحت بيبقى ضعيف ممكن برضه في الحالة دية تجيب راوتر قديم تحطه له وتوسر بالراوتر بتاعك انت ويستخدم الواي فاي عن طريق الراوتر بتاعك وبرضه في الحالة دية هتطبق نفس الخطوات بتاعنا والراوتر تاني ده هيبقى انه مقوي للشبك بس في حاجة مهمة يا عزيز المشاهد وانا ضميري ما يسمحش ان اطلع عكلك فيها علشان اجيب مشاهدات وهي ربط الراوترين ببعض هتلاقي الناس كتير تقولك اربط الراوترين ببعض دور عن طريق الوايرلس لو مفيش كابل بينهم الراوتر ده يبقى ريبيتر على الراوتر الاساسي فياخد هو من الواي فاي ويعيد توزيعه مرة تانية ولكن ثق يا عزيز المشاهد ان الموضوع ده يعتبر فاشل وهقولك لي دلوقتي مش فاشل انه مش يشتغل اهو يشتغل بس حرفيا الكفاءة هتبقى اسوأ بكتير من اللي احنا هنقوله النهاردة وعلى فكرة كمان مش كل الراوترات تقدر ان انت تعملها ريبيتر على الراوتر الاساسي عشان تقول واي فاي منه ده يعني فتشر مفتوحة في بعض الراوترات بس اعرفك الاول ليه موضوع الراوتر ده ما بيبقاش مظبوط وهو ان الراوتر التاني اللي هو هتستخدمه كمقوي للشبكة لما بيستقبل الواي فاي من الراوتر الاساسي بيعيد توزيعه تاني بنفس التردد وده بيخلي اصلا الراوترين يعملوا نويز على بعض ويخلي داتا ريت او معدل نقل البيانات مش عالي والبنج بيبقى سيق ومش هيبقى سيق عليه هو ده هيأثر على الاساسي ولو حد ما تصل على الاساسي هيبقى الشبكة عنده سيئة ومش مظبوطة بسبب ان في روتر تاني ضغط عليه وعمل فيه مشكلة فعشان كده بقولك ان الموضوع ده ما تعملوش عايز نتيجة قوية وكويسة جدا لازم الراوترين يصاروا ببعض عن طريق الكابل كابل يوتي بي عادي كابل انترنت كاد سيكس او كاد سيكس اي هتشتري من اي مكان وتوصل الراوترين ببعض لو هم مثلا في قطين القطين دول على نفس الاتجاه ممكن تعدي من الشبك ده للشبك التاني من بره البيت عشان مشيش جوا البيت ممكن تجيب كهربائي يعديهلك في اي فشة جوا لحقتها هم بيعرف يتصرفوا هيلف فولك من جوا الحيطان ويطلعهلك من ناحية تانية او في اي اودة انت عايزها ممكن تطلعوا فوق السطح وتنزلوا الاودة تانية من ناحية تانية هتلاقلها طريقة انت توصلهم بكذا وتعالوا با نروح للجزء بتاع الاعدادات احنا جبنا راوتر هنستخدمه كمقوي وعندنا راوتر الاساسي بتاعنا ووصلناهم ببعض بس قبل ما نوصلهم ببعض ونركبهم فعلا ببعض لازم نعمل بعض الاعدادات على الراوتر اللي احنا نستخدمه كمقوي الراوتر الاساسي اللي راكب فيه خط تلفون الارضي مش هنيجي جنبه ومش هنعمل فيه اي حاجة تماما الاعداد بها لنا بقولك على دلوقتي على الراوتر اللي احنا هنستخدمه كمقوي للواي فاي هي تنطبق على كل الراوترات اللي موجودة في العالم اي ان كان الموديل بتاعها هي حاجة معينة احنا عايزين نعملها اقولك على دلوقتي هتختلف بقى من الراوتر اللي تاني على حسب مثلا شكلها هيبقى فين مكانها هيبقى فين هتدوس عليها علشان تلاقيها بس كده كده هتدور عليها وهتلاقيها انت انا ما تجيب الراوتر التاني اللي انت هتستخدمه كمقوي ده ممكن تربط عليه بالموبايل عن طريق الباسور الموجودة على دهره او توصله بالكمبيوتر في الاول عشان تخش تديله الاسس اي دي او الاسم بتاع الواي فاي والباسور بتاعه وطبعا اعزين مشاهدة انا مش محتاجة اقول لك زي تغير اسم و باسورد الواي فاي في الراوتر بتاعك يعني ده مش موضوعنا النهاردة الراوتر انت هتستخدمه كمقودة هتعمله اسم و باسورد الواي فاي زي ما كنت بتستخدمه زمان انا هوريك مثال انت هتطبع على روتر بتاعك ANCANNO يعني مثلا روترات هاوي HG630 و 633 و DG8045 هتدور عقام بتاعت هوم نتورك او في روترات تانية هتلاقيها local network وهتدور فيها على الواي فاي او الوايرلسلان او الوايرلسلان والدابلولان كل روتر هتلاقيها باسم مختلف بس كلهم في الاخر نفس المعنى وهتخش على الواي فاي وهنا الباسورد بتاعه هتتغيره وبعد كده هتنزل تحت دوس على save في الوقاتين نشوف روترات زي تي بلينك هندور عقابة الجزئي بتاعة الواي فاي اللي هي هنا اسمها ويرةلس سنتجد هنا اسم الواي فاي والباسورد بتاعه هتغيرهم وتدس روتر زي هواوي HG3531 او 532 اتخش على basic سوف أتختبر انجب راوتر تدمر ama trois ومين 3 omosastfolي döper والمتوك with wifi من الاخرة يا راوتر ستدغιοه على Wifi wildlife والدولان دي هادها الاو blind اقامنا اللي يتخالف اعتاد الواي فاي في الراوتر الي هنستخدمهه كε poco ازاي sistema يجب انترنت من الراوتر Corner the general ولي يطلعه لك من الواي فاي ال� Sebastian هقتصر الموضوع بكل بساطة المشكلة الشباب الوŐده هى البرتوكول اسمه DhCP هذا البروتوكول مسؤول عن توزيع الائبيهات من الراوتر للموبايل كل موبايل بيباليه اي بي كل روتر بيباليه اي بي علشان يعرفوه ويكلموا بعض طبعا بدل ما تكتب اي بي للموبايل بشكل يدوي فالراوتر بيباليه بروتوكول اللي هو DHCP فعند طريق DHCP سيرفر بيدي الموبايل اي بي ويدي الموبايل الجنبه اي بي مختلف والموبايل التالت اي بي مختلف وفي نفس الوقت بيقوله ان انا الجيتوي بتاعك يعني هو اداله مثلا اي بي 1928120 للموبايل ويقوله الجيتوي بتاعك 192811 اللي هو الراوتر نفسه اللي اداله الاي بي علشان لما تيجي تسيرش على حاجة وليا كان جوجل ديتكم مثلا بيبدأ يروح للجيتوي اللي هو الراوتر اللي هو 192811 علشان يسأله عليها فيطلعه بره على الانترنت ويجيب له جوجل ديتكم دي لحد عنده فالمشكلة باحنا عندنا دلوقتي روترين روتر مقوي وراوتر اللي هو الاساسي بتاعنا والتنين واصلين مع بعض والتنين مهي مفتوح فيهم البروتوكول بتاع الديش سي بي أو مفتوح فيهم الديش سي بي سيرفر فالتنين استطحوا بيطلعه اي بهات فالمشكلة ان لو في موبايل اصدام اي بي او سحب اي بي من الديش سي بي سيرفر اللي موجود في الراوتر التاني اللي هو مستخدم كمقوي للوي في فاني مش هاشتغل عنده لانترنت لان البيت Gueye بتاéma وهيبقى الراوتر المستخدم كمقوي للوي في كان هو الراوتر الجيتوي المستخدم فكانه اللي موجودة في البيت وكل الأجهزة اللي في البيت ما تلاقيش قدامها غير الـ DHTB Server اللي في الراوتر الأساسي كل الراوترات أو أي راوتر أياً كان نوعه هتلاقي فيه في الـ Local Network أو الـ LAN جزئها كده فيها DHTB Server أو مكان تفعيل DHTB هتقفله وهواليك أمثلة دلوقتي المجموعة من الراوترات بتلاقيه فيين وبتجيبه إزاي هتشيل بس من عليه علامة الصح وتدوس على Save أو Apply علشان يقفله وكده الموضوع خلص وعندما تقفل الـ DHTB Server من الراوتر اللي انت ستستخدمه كمقوي في خطوة تانية بسيطة برضو لازم تعملها وهي أن تتغير الـ IP بتاع الراوتر اللي انت ستستخدمه كمقوي ما ينفعش يبقى هو 1-9268-1-1 والراوتر التاني بتاعك الأساسي 1-9268-1-1 ممكن الموبايلات تبقى تروح تكلم الراوتر اللي هو مقوي مش الراوتر الأساسي على إنه هو الـ Gateway فهتحصل لغبطة وكما هنا عشان لما تحتاج تفتحه وتغير بسيطة الـ Wi-Fi بتاعك أو أي حاجة تبقى عرف الـ IP بتاعك وموضوع يبقى بسيطة فانت لو انت داخل تقفل الـ DHTB Server هتغير الـ IP بتاعك وهتخليه بدل 1-9268-1-1-9268-1-240 مثلا خليك كده حاجة بعيدة وفي أي وقت لو حبيت تفتح الراوتر اللي أساسي هتفتحه بالـ IP بتاعك عادي 1-9268-1 وتخش تغير الـ Wi-Fi أو أي حاجة أنت عايزها والراوتر الثاني هتبقى عملت له IP مثلا 1-9268-1-240 فعلا لو كتبت هتفتح معك الراوتر الثاني تغير برضو بسهول الـ Wi-Fi وتفتحه وبعد ما تغير الـ DHTB Server من الراوتر هتستخدمه كمقاوي وتغير الـ IP بتاعه هتوصل الاثنين ببعض عن طريق الكابل طبعا خطوة ديت قبل ما توصلهم ببعض توصلهم ببعض عن طريق كابل الان هنا والان هنا هتلاقيهم قاموا معاك هتصل على الـ Wi-Fi ده هتلاقي 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 الـ Stable وهتبقى زي الفولي وتعني نروح على الـ PC دلوقتي أوريكوا كم مثال كده لكم روتر واحنا بنقفل الـ DHTB بتاعهم وبالنغار الـ IP بتاعهم عشان نعرفكوا إن الراوترات كلها واحد من جوا وهتلاقي الموضوع كله بسيط وتقدر تطبقوا على أي روتر أي أن كان الراوتر بتاعه يعني مثلا بالنسبة الـ Huawei HG630 أو 633 أو DG8045 هتخش على Home Network وبعد كده هتخش على LAN Interface من الآخر يا جماعة موضوع DHCP ده هتلاقي جواه Home Network أو Local Network أو LAN أو Network أي أن يكون المسميات ممكن تختلف من الراوتر التاني بس هي ده المسميات اللي هتلاقيها في الراوتر تاعك أي أن كان نوع وإحنا دخلنا جوا LAN Interface هنلاقي هنا ههو DHCP هنقفله كده وندوس على Save وكده احنا قفلنا DHCP وبعد كده الخطوة اللي بعديها اللي هنعملها في كل الراوترات إن إحنا بدل الـ IP بتاعه ما هو 192.168.1.1 هنغيره هنخلي مثلا 192.168.1.42 أنا مغيره قبل كده ده طبعا علشان أقدر أفتح الراوتر ده عشان لو محتاجة غير الـ Password وi-Fi بتاعه أو أي حاجة ما يبقاش هو بنفس الـ IP بتاع الراوتر الأساسي وخلي بالك بعد ما تقفل DHCP الموبايل بتاعك مش هيسحب IP عشان تقدر تفتح أصلا الراوتر ده وقعت بعد ما تقفل DHCP وطبعا ما تنساش تدوس على Save بعد ما تخلص طب تعالوا كان نفتح الراوتر تاني وليكن TP-Link مثلا ندورها DHCP مع بعض وقريكم إن كل الراوترات هتلاقي فيها DHCP من وضوع بنفس المسميات هنخش هنا على Advanced لأنه كده دي حاجة Advanced متقدمة مش في الـ Basic والحاجات السهلة وبعد كده هنخش على Network وبعد كده LAN زي ما قلت لك أي حاجة فيها LAN أو اللي هي Local Area Network هنلاقي جواه هنا الـ IP بتاع الراوتر وهنلاقي جواها DHCP هنقفل DHCP الجميل بتاعنا وبعد كده نسايف وهنغير الـ IP الجميل بتاعنا ده نخليه مثلا 240 وبعد كده برضو نسايف طب تعالوا مثلا نجرب في ZTE H188A Version 2 أو Version 6 احنا اتفقنا أن احنا هنلاقيه في Local Network أو LAN أو الشبكة المحلية دور على Local Network عشان نلاقي من جواها الـ LAN ومن الـ LAN هنا هلاقي DHCP Server هنروح جاء قفل DHCP Server بتاعي خالص وأقول له Apply أنا كده خلاص قفلت DHCP وهغير الـ IP بتاعه وهنعدي هنا هو الـ LAN IP Address عشان أخليه 1 مثلا 240 عشان أعرف أفتحه بعد كده بسهولة وهقول له Apply وسيف طب تعالوا مثلا نجرب في هاوي DIN 8245 نخش هنا على Advanced هعدت أدور بقى يعني الإعدادات هنا بتاعته فهاجي هنا على الـ LAN زي ما تعودنا وهلاقيه هنا DHCP Server بكل بساطة هنروح جاء قفله ودايس على Apply كده أنا قفلت الـ DHCP عايز غير الـ IP بتاعه ما خليهش 1-9-8-1-1 هتدور بقى في القوائم دي لحد ما لقي المكان أو اللي هو بتعلاني اللي أنا هغير منه الـ IP أهو لقيته مراجعي يشايل واحد دياته وخلي ما خليها مثلا 240 زي ما اتفقنا أو زي ما أنت عايز تعمله وهدوس له Apply فأنا كده هبقى غيرت الـ IP بتاع الراوتر ده طب تعالوا نروح لراوتر من الراوترات القديمة خالص راوترات الـ DSL اللي مرميه عندما وزمنا في البيت أو ممكن لو جبتوا مستعمل تجيبه بـ 100 جنيه راوترات زي مثلا هواوي اتش جي 530 أو 530 بس خلي بالك عشان دي راوترات قديمة فمش هتفتح معك على المتصفحات الجديدة هتطور تجيبلك رسالة إيرور ريخ ما كده علشان السيكورتي الحال انت هتنزل فيرجن قديم من أي براوزر أو أي متصفح عندك يعني مثلا نكتب Firefox 2017 أو من 2018 ونزله وعطيق رفت تفتح بي الراوتر ده زي ما أنا عملتك ده دلوقت نفل بقى DHCP بتاعه ازاي؟ هنقدر ندور والله مثلا هنا في الستيتس ديت هنخش على اللان اكيد مش هنلاقها موجودة لان ديت استيتس بيعرض لي بس الحاجات طب في البيزيكس جنبها ترسى هو معناها ان انا بعمل منها اعدادات سأدور على اللان اللي فيها اه هو هنا DHCP هو هقفله كده وأقول له Submit بس خلي بالك بعد ده راوتر من الراوترات اللي فيها تركيا لازم تتعامل موديل الـ HG 530 إلى 3230 مش محتاج تعمل في الموضوع ده وهي ان انت لازم تنزل كده وتشغل الـ DHCP Relay علشان يقدر يعدي معاك الـ IPات من الراوتر الاساسي للموبايلات اللي هتشتغل على الراوتر التاني وتدوس عليها Submit كده زي ما انت شايف وتنزل تاني تختار الـ device type تخليه مثلا فون وبعد كده تشغله برضو DHCP Relay وبعد كده بقى تشغل لبقية الحاجات اللي بعديها علشان يتفعل معاك DHCP من الراوتر الاساسي على كل حاجة بس خلي بقى لك الراوتر لازم يبقى عليه السوفت وير بتعويق أو تيدات عشان تقدر تعمل الخطوة دي لعليسوفت وير شركة تانية مش هيوصلك للخطوة دي أصلا فللأسف الموديل ده مش هيشتغل الـ 530 انما الـ 32 مش محتاج تعمل في الخطوة دي واخر خطوة ان احنا هنغير الـ IP بتاع الراوتر هنخلي مثلا وليكن 140 عشان نعرف نخش عليه بسهولة خلي خطوة تغيير الـ IP دي اخر حاجة عشان بعديها مش هتغرف تخش على الراوتر اللي انت بستخدمك مقاوية الا بعد بقى ما توصله بالراوتر الاساسي بعد كده هدوس على سبميت عشان الـ IP اضغاية طب الراوتر تاني عديم ADSL زي ZE ZX HN H108N عايزين نقفل الـ DHCP بتاعه عشان نستخدمك مقاوية الـ Wi-Fi هندور هنا مثلا اكيد هنلاقيه في الجزئة بتاع الـ Network اكيد هلاقيه في LAN هلاقي هنا الـ DHCP Server و DHCP Server How Enable هروح جاي مقافل الـ DHCP Server بتاعه ونازل تحت عامل سبميت وانا كده وقفت الـ DHCP Server ولكن خلي بالك الراوتر ده برضو من الراوترات اللي فيها تركاية هما المدولين ده بس اللي فيهم تركاية ده واللي قابليه اللي بقى كله هتقفل معاك كل حاجة تبقى تماما التركاية بقى ان انا لازم اخش كده على الـ DHCP Port Service عشان انت بعد ما هتقفله من هنا هتلاقي DHCP برضو ويفضل شغال معاك فهنا هو بيقولك ايه البرتات اللي انت عايز نقفل عليها DHCP هترى هجايم اعلم على كل البرتات اللي هي الـ LAN 1-4 والـ SSID بقى اللي هو اسم شبكة الـ WiFi ودوس سبميت كده انت اتأكدت انت قفلت DHCP فعلا صح هترجع تاني برضو على القائمة الاولانية اللي هي بتاع DHCP Server ديت علشان نغير منها الـ IP وهنخليه 1-9-8-240 علشان نعرف نخش عليه بسهولة بعد كده وبعد كده هننزل ندوس على سبميت اظن الموضوع طوله بسيط واي ان كان الراوتر بتاعك انت خلاص عرفت الفكرة وتعرف طبيعة الراوتر بتاعك وديجبها لنقطة مهمة جدا طب انا اعمل الموضوع اللي احنا اتكلمنا عليه ده واجيب راوتر تاني وعمل مقاوي ولا اجيب رنج اكستندر واشتري رنج اكستندر بص عزيز المشاهد انت عندك نوعين من الرنج اكستندر رنج اكستندر اللي هو السنجل باند اللي عادي خالص وده زي الـ TP-Link TLWA 850RE وده للأسف بياخد الواي فاي ويوزعه على نفس التردد فبيعمل معك نفس المشاكل بتاع البنج مش مظبوط لان بيعمل نويز على الراوتر الاساسي وفيه كده مشاكل منصحكش برضو تعمله ولو عندك منه خليه اكسس بوينت ووصله بكامر انه بقى فيه بعد الرنج اكستندر بيبقى دول باند فيه ترددين الواي فاي زي مثلا الـ TP-Link RE200 او TP-Link RE450 ده بقى بيعمل حركة ذكية جدا بيتصل على الراوتر الاساسي بتاعك عن طريق ترددين الواي فاي اللي موجودين في الراوتر الاساسي الـ 2.4 جي جي هرتز والـ 5 جي جي هرتز د кра læجز الروتر الاسي تاعك Li Band ولما تيجي انت تعطيص على شبكة الواي فاي من range extending لو انت متصل على range extender hag عن طريق الـ 5 جي جي هرتز بتاعها فهيسحب الداات اللي بتمستخدمها من الراوتر الاساسي عن طريق 2.4 جي جي هرتز فمش هيعمل نويز في الدياتا اللي رايحة وجاية ديت لانها مش نفس التردد طب لو انت متصل بقى على 2.4 بتاع رانج اكستندر فيروح ياخد الدياتا من الروتر الاساسي بال5 جيجي هرتز ده مش فاكر بيسموه سمارت مود او ايه بس انت بتفعله كده وهتلاقي فيه شرح كده للرانج اكستندر كتبس رانج اكستندر محمد انيس هتلاقي شرح الموضوع ده في الرانج اكستندر ونصحت لك بقى لو انت اصلا عندك راوتر قديم فهو اوفر انت ليه تروح تشتري رانج اكستندر زي الري مثلا 200 راوية رانج اكستندر ده سياره دلوقتي داخل في 1200 جنيه او 1150 جنيه والتي بي لينك ربما وخمسين معادي 3000 جنيه طب ليه ما تشوف اي راوتر قديم عندك او هات اي راوتر مستعمل ب100 او 200 جنيه فعلا انت ممكن تلاقي راوترات اديس ال اديمة ب100 جنيه وب20 جنيه تعمل بها الموضوع دوت وتتوفر كتير جدا مش محتاج رانج اكستندر وهيديك كفاءة كويسة كده لانت موصل الراوتر المقودة بالراوتر السيب كاب فملخص هذا الفيديو يا عزيزي المشاهد ان انا شرحت لك الفكرة كلها عبارة عن ايه علشان تبقى انت عارف كل حاجة وتخش تعملها بنفسك وتبقى فاهم انت بتعمل ايه مش مجرد بتطبق خطواته وخلاص وولتلك ازاي تطبقها بافضل طريقة انت ممكن تطبقها بيها فلو عندك اي راوتر قديم او عندك امكان انت تجيب اي راوتر مستعمل رخيص والواي فاي عندك مش مغطي البيت وفي اماكن الشابكة فيها مش كويسة استغل الموضوع ده علشان تحسن الواي فاي والانترونيت عندك جوه البيت في كل الاماكن ولو انت البيت عندك مش كبير حط الراوتر الاساسي في نص البيت هيغطيلك الراوتر كله بكفاءة مانجر برضو ما تعمل اي حاجة من اللي احنا قلنا عليها النهاردة في الفيديو ده وكده احنا خلصنا اشتركوا في القناة واتبعونا على فيسبوك وإنستجرام وإكس وتيك توك لكي يصير كل جديد شكرا للمشاهدة واشوفكم الفيديو الجديد سلام شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة